اشتركوا في القناة قالوا له انت هتعمل معنا ايه ابوك تعبنا وكان عمل النير علينا جامد اوي فانت هتعمل معنا ايه فقال لهم تبدوني كم يوم كده افكر وقال لكم فخد مشهورة الشيوخ اللي هم الناس اللي عاشوا مع ابوه مع سليمان الحكيم وخدوا الحكمة من ابوه قال لهم اعمل ايه الناس الكبار في السن قالوا له حكمة جميلة اوي قالوا له اذا صرت عبدا لهذا الشعب وكلمتهم واجبتهم كلاما حسنا يصيرون لك عبيدا كل الايام لو انت خدمتهم من قلبك وصرت عبد ليهم عبد الاحتياجاتهم وظروفهم وقلمهم هم كمان هيكونوا عبيدا ليك كل الايام وعين بقى راح خد رأي يمين رأي اصحابه والشباب الصغير قالوا انت رأيكم ايه قالوا له لا الكلام ده من الصح طبعا انت لازم توريهم العين الحمرة من الاول تقول لهم ابي ثقل النير عليكم وانا اذيد على نيركم ابي ادبكم بالصياط وانا اقدبكم بالعقارب وقال لهم خنصري اغلص من متنية ابي يعني اصباعي ادخن من وسط ابوية كلام صعب قوي يعني وبسبب انه خد مشورة الاحداث دي راحت الناس طبعا رفضته وقالت له الى خيامك يا اسرائيل وتقسمت المملكة عن طريق واحد تاني اسمه اربع عام ابن نباط وهو بس خد سبطين راح بعام خسر عشر اصباط بشباب المشورة الرديئة طبعا ده نتيجة ايه غالبا نتيجة انه سليمان في طفولته ابوه ما كانش بيقعد مع ابوه كتير ابوه كان متجاوز اكتر من حده بعدين كان بيسيب العيال للامهات وطبعا الولد مع اصحابه لكن لو كان الابن ده تربى مع اصحاب ابوه ابوه كان بيبعته كل حد مع حد من الكبار كان شرب الحكمة من ابوه من الكبار لكن الاسف هو اتأثر اكتر باصدقاء الشباب وبعد كده خد المشورة بتاعتهم الصعبة دي اللي سببت فيه انقسام المملكة وده بيورينا احنا بنطلب المشورة من مين بنطلب المشورة من مين اوقات الواحد ياخد مشورة من حد تضيع حياته كلها لكن يا بخت الانسان اللي بيسعى وراء الحكماء زي ما قال الكتاب حيث لا تدبير يسقط الشعب واما الخلاص فبكثرة المشيرين زي ما قال في سفر النشيد ان لم تعرفي اياته الجميلة بين النساء فخرجي على اثار الغنم ففي داس عاشت الخبرة دي قبل كده انا اخذ الخبرة بتاعتهم لما بكلم حد كبير في السن ده ليه خبرة في الحياة الخبرة دي تحترم وانا اشوف الخبرة دي حاجة كويسة ليا اضافة كبيرة اولية واخد رأي الناس الكبار دول فالخبرة بتاعتهم تفيدني في حياتي وانا استفيد من الحياة بتاعتهم العشو لان هما خدوا قرارات كتير في حياتهم وشافوا اخطاء كتير وفي نفس الوقت تعلموا من الحياة خبرات جميلة قوي فبخت الانسان اللي بياخدوا المشهورة اكتر من الكبار طبعا ده مش معناها ان الناس الصغيرين في السن دايما مشهورتهم وحشة لكن عمتا بيبقى الشباب الصغير متأثر اكتر بنحية السلطة والعند والكلام ده وده اللي قال عنه معلمنا بورس تلميزة المساوس اما الشهوات الشبابية فاهرب منها يقولوا الشهوات الشبابية هي مقصود بيها طريقة الشباب يعني العند وال وإثبات الزات والحاجات دي فدي حاجات شهوات شبابية نعبد عنها نعيش فيه رقي الشيوخ وحكمة الشيوخ ايه دي الحاجات اللي احنا محتاجينها كلنا في حياتنا عشان كده في الكنيسة بيبقى فيه حاجة اسمها قبل اعتراف وبرضه فيه حاجة اسمها مرشد روحي فيه حاجة اسمها انسان بياخد خبرة من ناس كتير حواليه بيمتص زي ما قال الموتنائي حبول يوسف فاسعد في كتاب الكهنة القبطي يمتص عصير جهادهم بتأدب يعني بياخد عصير الجهاد بتاعهم ده ويقتدي بيه ويعيش بيه فيبقى حاجة تسنده كتير في حياته فاحنا عاوزين نتعلم من غلطة رحب عام انه هو رفض مشهورة الشيوخ اللي تربوا مع ابوه او عاشوا مع ابوه وحكموا معاه واخذ مشهورة الاحداث اللي هي قال لهم ابي قدبكم بالصياط انا قدبكم بالعقارب ده انا هو ريكو الويل وبسبب كده خسر معظم اكتر من انت تربع المملكة بتاعته بسبب انه هو اقتاد او اخذ بيه مشهورة الاحداث فاريت نتعلم في حياتنا دايما يبقى الواحد ما بيمشيش بدون مشهورة بدون رأي بدون سند بدون حكمة مع حد معايا حوليا في الكنيسة معانا اباء في البيت كمان خبرة الاب والام خبرة كبيرة جدا مهمة جدا بناخد بركتهم في الخدمة خدام كبار خادم او خادمة لخبرة كبيرة في الحياة وفي الخدمة بناخد بركتهم في الحياة العامة لما طبيب لسه متخرج بياخد خبرة طبيب قديم كبير ده بيعلمه كتير جدا في الحياة هكذا كلنا محتاجين خبرة الاباء خبرة الشيوخ خبرة الخدام الكبار خبرة الناس اللي ليها عاشت سنين كتير في الحياة في نفس المجال احنا كلنا محتاجين دي لألا ناخد مشهورة ناس يعني ممكن يدمروا حياتنا كلها بسبب المشهورة الخاطئة اللي ممكن تخلي الإنسان يفقد حاجات كتير جدا في حياته ربنا يدينا نعمل نحنا نبقى دايما معنا أباء ومرشدين وخدام بناخد البركة بتاعتهم غير طبعا البيت كمان الأب والأم بناخد البركة بتاعتهم في الإرشاد لإلهنا كل ما جد كرام على الأبد أمين